السلام عليكم النهاردة هنعمل مع بعض صلصة البيتزا الاصلية اللي الطلينة بيعملوها بالزبط بالرحان تمام معظم الطلينة بيستخدموا الرحان اصلا في اكلتهم بس بكير اوي في البيتزا فالنهاردة تابعوا الفيديو معي فاقلم من ديها وتطلع معاكم احلى صلصة ممكن تحطوها على البيتزا بحياتك كلنا عارفين ان طعم البيتزا الاصلي والمميز بتعرف بالصلصة بتاعتها الجودة بتاعتها طبعا هي قريبة او من البيتزا نابولي طعنة اللي هي طبعا لنابولي نجيب التماطن بشكل عادي ونسلقها بيحطوها الطلينة في دقيقة تغلي في المياه تمام كده وبعد كده بيطلعوها وبيقشروها بالشكل اللي انتو عارفينه ده ده كده احنا بنعمل على صلصة طيب بنقشرها مع بعض وبعد كده اول ما ننزع القشرة الخارجية نضربها في الخلاط طيب بعد كده بقى ننقل على المكونات ننقل بقى على مكونات الصلصة بتاعتنا هبدأ بمعلقة سكر ومعلقة ملح وفصين تم مهروسين وفلفل والبهارات الاصلية للبيتزا عملناها مع بعض قبل كده في فيديو بديته دقيقة بس هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس حقيقي ما نحكمش تعمله الصلصة الا بيها لان هي بتدي طعم بيفرق جدا يعني من غيرها الطعم هيبقى صلصة عادية متسبكة بالتوم بس فمن غير بهارات الايطالية دي ما لهاش لازمة فاتفرجوا على الفيديو وبعد كده عملوها بيها طيب نحط زيت زتون الطلينة بيستخدمه زيت الزتون اكتر من اي حاجة في حياته بنحط بعد كده الفلفل والتوم ونحط الطماطم وننزل بالحبهان انا بخرطه اتابع حط التواجل بتاعتي وبقلب بسيبها تتسبك حوالي خمس دقيقة على نارها ديه وتبقى بالشكل ده وباذن الله هيطلع معكم احلى صلصة بيتزا عملتوها وهتعملوها في حياتكم حقيقية غنيا بالنكهات مختلفة لا بيجع تحس انتوا بتاكلوا في مطعم راقي اصلي للبيتزا ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس كده تشجعوني الناس للمحتوات كتير بتعف فيها اللي اول مرة يشوفني بتمنى انه يعمل سبسكرايب او اشترك في القناة ويفعل الجرس يشرفني وينضم لعالتنا وكمان تبلكم فيديو البيتزا الاصلية في الديسكريبشن بوكس شوفوه سلام